السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الأحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا الليلة عن تجديد روتين الحياة الزوجية كما تعلمون جميعا بأن هناك بعض العلاقات الزوجية يقتلها الملل ويقتلها الروتين ويتساءل بعض الشركاء وبعض الأزواج هل هناك من وسيلة لعلاجه هل هناك من وسيلة لمعالجة هذه الرتابة والملل نريد معكم أيها الأحباب الكرام من خلال هذه الحلقة أن نبحث عن المراحل التي تسرب إليها الملل والروتين والرتابة في الحياة الزوجية ونبحث عن طرق كسر هذا الملل والتخلص من هذا الروتين لإنقاذ مؤسسة الأسرة ربنا عز وجل في كتابه العزيز يقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون الحياة الزوجية عادة تبدأ بحسن الاختيار ثم بالاستلطاف ثم بالخطوبة ثم بعقد الخران ثم بالزفاف والعرس الميمون لحظات جميلة تأتي بعضها تبع بعض ولكن بعد مضي فترة زمنية قد تكون شهور أو قد تكون سنوات تمر على العلاقة الزوجية فتخبو جدوة المودة وجدوة الرحمة وتنطفئ أضواء السعادة تمر في الأول ما يسمى بالمراحل الوردية المراحل العسلية ولكن بعدها تبدأ مواجهة الجوانب القاسية من الحياة حيث يتسلل الملل والروتين إلى هذه العلاقة ويبدأ الشعور بالإحباط وقد يتطور ذلك إلى وقوع خلافات عائلية وتصدعات بين أفراد الأسرة وأفراد العائلة والخلافات والتصدعات ربما قد تكون لها عامل كبير في تدمير هذه العلاقة أحياناً لما نستمع إلى شكاوى بعض الأزواج والزوجات نلاحظ بأن شعور اليأس يسيطر على قلوب الكثير تشتدمه أفكار سلبية ويبدأ يفكر يقول كل طرف يقول ربما تزوجت الشخص الخطأ أو ربما يقول بأن المودة والمحبة التي كانت بيننا قد انتهت أو يقول بعضهم لم يعد لدينا شيء مشترك وكأن العلاقة ينبغي أن تنتهي هكذا يتعامل بعض الأزواج مع هذا الوضع ويصفونه بأنه كارثة حلت عليهم وأنها مشكلة معقدة غير قابلة للحل سوى بأن تنفصم عراء الزوجية لكن هنا يتدخل الخبراء في علم النفسي وفي علم الاجتماع ويتدخل أهل الإصلاح وأهل التوجيه فيعطون خلاصة تجارب بشرية بإجراءات كفيلة بتجديد هذه العلاقة الزوجية لخلق مساحات جديدة للتواصل بين الزوجين فما هي في نظركم أيها الأحباب الكرام أهم الإجراءات وأهم الخطوات التي ممكن بها أن نجدب المودة والاتفاء العائلي في العلاقة الزوجية سأحاول باختصار شديد أن ألمح إلى بعض هذه الإجراءات أولها وهو أنه ينبغي لكل زوج وزوجة أن يعتقد بأن زوجهما هو قضاء وقدر من السماء أنه قضاء رباني بمعنى أن الإختيار هو ليس مجرد إختيار بالإجهاد وإنما هو مرتبط بقرار رباني وبعد ذلك ينبغي للطرفين أن يقوم باحترام الإختلاف لأن هناك اختلاف بين الطرفين بين المرأة والزوج فكل لهما له شخصية مستقلة وغالبا ما يقع نوع من المقارنة بين الشخصيتين وهنا يقع الإختلاف ويقع الاستضام لابد أن نعلم بأن كل واحد مننا له شخصية مستقلة لأنها نبتت في بيئة وفي ظروف ووفق تقاليد وعدات وله توجه فكري وعاطفي وخيارات فلا بد أن نحترم الإختلاف بيننا ونحافظ على الدائرة المشتركة التي تجمعنا هناك دائرة مشتركة كل واحد له خصوصية مستقلة ينبغي أن يحترم كل واحد طبع الآخر وفكره وسلوكه ولكن الدائرة المشتركة بيننا ننجو إليها معا أما كل واحد الدائرة الخاصة به ينبغي أن يحترمها ولا يقتحمها لأن الإختلاف هو أمر طبيعي لكن الخلاف والشقاق هو الأمر الغير الطبيعي جميل جدا لكي يقع هناك تجديد العلاقة الزوجية بالمحبة والموداء علينا أن نعمل على استعادة الذكريات الجميلة القديمة أكيد أن كل زوجين لهم سجل حافل بذكريات جميلة كانت أيام التعارف وأيام الخطوبة وأيام عقد القران وأيام الزفاف وأيام شهر العسل وأيام أول حمل وأول مولود وسنأول زواج كل هذه الذكريات تكون ربما جميلة لكن ننساها أمام ضغط الحياة فلنحاول إعادة إحيائها إما بأن ننظر إلى الصور الفوتوغرافية التي سجلناها أو فيديوهات أو ربما نستعيدها ذكريات بالحكي لأن هذا سوف يعيد الشغف بين الزوجين ويكسر روتين الحياة علماء النفس قالوا بأن هناك كلمات بسيطة ممكن أنها تضيء قلوب الزوجين وأول كلمة لها سحر قوي هي كلمة شكرا كلمة شكرا أن الزوجة إذا قامت بشيء جميل يقول لها الزوج شكرا وأيضا الزوج إذا قام بشيء له تقديره تقول له شكرا وكلمة شكر هذه تعطيني الإنسان وحد النوع من الطمأنينة والشعور بالرضا وإذا كان يريد أن يطلب شيئا لا بد أن يقول من فضلك من فضلك أريد كذا من فضلك يعطيني كذا حقق لي كذا كلمة من فضلك هذه تجعل العلاقة غير قائمة على الأوامر وغير قائمة على الفرض الأراء بل تكون اختيارية ففي الأول نقول من فضلك ومع ذلك نقول شكرا كل هذا يدل على تقدير الزوج لزوجته وهذا يؤدي إلى نوع من التراضي فأشياء بسيطة ممكن أن تغير التوجه الفكري والعاطفي عند الزوجين أيضا من الوصايا التي يوصي بها الخبراء في علم النفس والاجتماع وخبراء الأسرة أننا نجرب تبادل بعض المسئوليات لأنك إذا كانت المسئولية تابتة في المنزل بين الزوج والزوجة هذا ربما قد يؤدي إلى الروتين لنجرب بين الفين والأخرى أن نغير المسئوليات إما داخل المنزل هناك أعمال خاصة وإما خارج المنزل وإما المسئوليات المتعلقة بالأطفال نجرب أن كل واحد منا يغير مرة الأب يقوم بإرضاع الأطفال بإلباسهم ملابسهم بإعداد طعامهم المرأة ربما تجرب أنها تدهم إلى السوق لتبضع وتسوق السيارة وترى الإزدحام وهنا سوف يشعر كل طرف بأن الآخر يتحمل مسئولية جسيمة وهذا يؤدي إلى نوع من التجديد كذلك ممكن أننا نجرب أشياء جديدة وممتعة معاً معينة أو نتعلم لغة أو فن من الفنون معاً نشارك في بعض الأعمال الاجتماعية التطوعية ربما أن نجرب تحضير أطعمة جديدة بطرق جديدة كل هذه الأشياء التي متجددة وفيها متعة ربما قد تؤدي إلى نوع من إشعال فتيل المحبة والمودة من جديد أيضاً بالنسبة للزوج والزوجة أكيد أن لكل منهما هواية خاصة به فعادة الرجال هواياتهم إما الرياضة أو المطلعة وهواية النساء في الغالب هي الطمخ وقضايا التجميل فلو اخترنا ممارسة هوايات مشتركة بيننا إما أن نقوم برياضة موحدة كالمشي السريع وإما ربما قد نشاهد فيلماً مشتركاً فيه نوع من الإثارة كل هذا قد يؤدي إلى نوع من تجديد الروتين كذلك من الوصايا التي يوصبها خبراء النفس والاجتماع أننا نحرز على أن ننظم احتفال صغير بين الفين والأخرى حتى ولو لم تكن هناك مناسبة مناسبة ربما نخلق مناسبة ونجمع العائلة وندعو المقربين وهذا سوف يؤدي إلى تجمع حول حفلة شاي مع العائلة والمقربين ويكون حفل جميل فيه إنشاد فيه مستملحات ثم نحرز على أن الزوج والزوجة يكمل الاحتفال بعد مغادرة الضيوف يكمله مع طريقتهم الخاصة أيضاً من الأمور التي ينبغي أن يحافظ عليها الزوجين أنه أمام الروتين والكآبة للحياة لابد أننا نحافظ على خفة الدم رغم كل الظروف صعبة لابد أن يكون عندنا قدر على الابتسامة والضحك أحياناً لأن هذا يخفف من الأعباء وتحديات الحياة ممكن أن يكون هناك تبادل ذكات وممكن أن يكون هناك المشاركة في لعبة طفولية بين الرجل وزوجته من الفين والأخرى كل هذا من شأنه أن يجدد الحيوية في العلاقة الزوجية جميل جداً أيضاً أن يفكر بين الفين والأخرى في السفر سفر لإحدى الأماكن الجميلة للتخلص من الروتين والملل سفر ليس بالضرور أن يكون مكلفاً ربما قد يكون في منطقة قريبة جداً ربما بثمن بسيط لكن تحيل وكأنكما تعيداني مرة أخرى شهر عسل جديد هذا السفر يسمى في العطل الرومانسي جميل تجدد هذه العلاقة كذلك من الوصايا أن الإسلام يحاول أن يغير مكان الإقامة من الفين والأخرى فالمكان الإقامة قد يكون عنده فترة زمنية بعد عشر سنوات يكون قد تراكمت عليه مشاكل وتراكمت عليه ظروف صعبة فهنا يوصي الخبراء بأن الإنسان ربما قد يغير هذه الحياة بأن يختار مكان إقامة جديد يغير الدكور دي البيت يغير من السباغة يغير من الأشياء لأن التغيير هو يقوم على أساس الحياة الحياة هي قائمة على التغيير وقائمة على التجديد ولا بد أن نتجنب التراكمات التراكمات قد تؤدي إلى نوع من الصراع وكذلك جميل جدا أن الزوجين يحافظ على الصلاة معا جميل أن الإنسان يصل الصلاة في وقتها في المساجد مع الجماعة ولكن بين الفينة والأخرى ممكن أن يجعل من بيته مسجدا ويجتمع مع زوجته ومع أفراد أسرته ويصلون معا خصوصا صلاة الليل قبل الفجر فإنها من شأنها أن تؤدي إلى ربط علاقة مودة ورحمة وأيضا الزيارات العائلية زيارات العائلية أن الزوج يزور مع زوجته عائلتها ويكرمها ويعزها وأيضا الزوجة تزور مع الزوج تزور عائلته وتحرص على أن تخلق أجواء من الفرحة والسرور داخل العائلة الكبيرة لأن ربنا عز وجل هذه المقاصر التي يريدها من أي علاقة زوجية قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لماذا؟ لتسكنوا إليها أنك تشعر بالسكينة تشعر بالطمأنينة تشعر بالرضا ولتسكنوا هي من السكن وفي أي أخرى قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهم وشبه العلاقة باللباس أن أحدهما ينبس الآخر لأن الإنسان منذ أن خلقه الله تعالى خلقه وحيدا وخلق لكل فرد مننا وحيد شخصا آخر يقتسم معك الحياة بمرها وحلوها كل واحد مننا منذ أن خلق الله البشر خلقه وحيدا لكن الله تعالى بقدرته اختار لكل مننا شخصا معينا سيعيش معك طول الوقت يشاركك كل حياتك الخصوصية وهذا الشخص هو اختيار إلهي فعليك أن ترضى لنقل لتسكنوا إليها وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً المودة هي المحبة والوئاب الذي يكون في الأيام الأولى والأساميع الأولى والشهر الأولى أو ربما السنوات الأولى تتكون هناك مودة لكن هذه المودة تفطر هذه المودة تخبو فإذا زالت المودة قال ربنا عز وجل وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إذا زالت المودة تبقى الرحمة والرحمة هي أن كل واحد مننا يرحم الآخر في ضعفه كنقول الله مرحم ضعفنا نحن لسنا ملائكة نحن بشر ونحن لسنا شياطين لأن البشر هم غير الملائكة والشياطين الشياطين هم مجبولون على الخطايا وعلى الشر والملائكة هم مجبولون على الطاعة وعلى الخير أما نحن البشر فتارة نصير هنا وتارة هناك لهذا نقول في الدعاء اللهم مرحم ضعفنا اللهم ارحم ضعفنا فعلى كل واحد من الطرفين أن يلتمس لشاركه الآخر العذر عشرة الأعذار سبعين عذرا هكذا أوصل النبي صلى الله عليه وسلم انتمس لأخيك ولو سبعين عذرا ثم قال ربنا إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ودك دليل على خلق الله سبحانك يا جليل الإنسان دائما يتأمل في الأشياء ويربطها بالخالق أي شيء في الوجود يربطه بالخالق أي نعمة يربطها بالمنعم أي سر يربطه بالمبدع وهكذا سوف ترى بأن ربنا عز وجل يمدك بالعطاء ويمدك بالأفراح ويمدك بالمسرات ويمدك بالقدرات والمهارات والكفايات وغير ذلك من دون قراءة قد يأتيك فتح رباني فهذا هو موضوعنا أيها الأحباب الكرام الذي نريد أن نناقشه لعلكم أي سنة المستمعين الكثير منكم متزوج لسنوات طوال وأن الحياة ديلكم وقع فيها روتين أو تسرب إليها ملل أو صار يطبعها رتابة ما هي الأسباب التي جاءت حياتكم هكذا وكيف يمكن أن نتخلص وإياكم من هذا الروتين وأيضا إذا كان هناك أزوى السعداء فالاتصنوا بنا ويخبرون عن وصفة السعادة يخبرون عن وصفة المودة والرحمة التي بينهم وحينما يعجز الإنسان يرفع يديه إلى السماء ويقول اللهم يا رب العالمين يا مقدر الأسباب والمسببات اللهم اجمع الشمل وألف بين القلوب وانزع حد الشيطان من الصدور واجعل كل الأزواج والزوجات علاقتهم مبنية على المحبة والمودة والوئام اللهم أمين اللهم أمين يا رب العالمين واللحظة أحبابنا الكرام نفتح خطوطنا الهاتفية للتواصل معكم أرقامنا كالعادة 05-22-80-0060 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52 نبقى مع فاصل قصير ثم نعود لاستقبال مكالماتكم فابقوا معنا ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة